بيه اسمعنا الحوار واسمعنا الطرفين اسمعنا رئيس الجمهورية واسمعنا هذه المواطنة التونسية اللي حكيت بكل تلقائية وعبرت على مشاغل تقريبا في أكبيرة من الشعب التونسي اليوم في ظل هذه الأزمة شنو أحب يوصل رئيس الجمهورية باستقباله للمواطنة زينة الكوشباتي شوف مليك أنا ماذا بيه مندخل الشياسة في السجال حول ما إذا كان الرئيس موفق أو غير موفق في استقبال السيدة زينة الكوشباتي تحت الأضواء لأنه هي عملية فيها جانب التسكيطالي أنا منحبش ندخل فيه الموضوع والأراءة تختلف ومش هذا الأهم حسب رأيي حسب رأيي أنا وهذا الاسترعى الانتباهي هو أن السيدة هذه معناها فرضت الاحترام وكانت معناها ثابتة تكلمت فيه أشياء مهمة تكلمت على وضعيتها بثبات وبصراحة ولكن زادت تكلمت على الشباب التونسي والوضعية اللي تخبط فيها والوضعية الاجتماعية العموما للفئات الشعبية وهذا كان لازم أنه رئيس الجمهورية يقابل مثل هذا المشطر هذه من الناس الناس اللي تعيش حقيقة الأمور الناس اللي متحملة أكثر من الناس أخرى من فئات أخرى عبء الأزمة الاجتماعية واللي لابد أنه الانسان يعيدها اهتمام خاصة عندما يكون رئيس دولة وعندما يكون مطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية معناها متأكدة وسريعة وفعلة وصحيحة ويزنها تسير المراهب هذه كانت أحسن ممثل لفئاتها البعض اشتركوا في القناة